بذريعة التصدي للقمع هذه المرة تواصل أمريكا دونالد ترامب حربها الشاملة على الصين الإجراء الأمريكي الجديد تمثل بفرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحملهم مسؤولية حملة قمع الإيغور والأقليات المسلمة في جين جيانج بغرب الصين وفي هذه الخطوة كما يقول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استكمال لإدراج السلطات الأمريكية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بعدما وجهت إليهم التهمة عينها الصين دانت مع عدتها النيات الشريرة التي من شأنها فضح الولايات المتحدة أمام الشعب الصيني والأسرة الدولية كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وفي وقت ذكرت فيه مصادر مطلعة لريترز أن لائحة سوداء صينية في صدد الصدور كرد على أمريكا رد يتمثل بتشديد الصين القيود على إصدار التأشيرات لمواطنين أمريكيين لهم علاقة بجماعات مناهضة لبيكين ووضع قائمة بالمؤسسات المرتبطة بالجيش والاستخبارات الأمريكية والجماعات الحقوقية وإضافة العاملين فيها إلى القائمة السوداء للتأشيرات الفصل الجديد من التوتر الصيني الأمريكي يأتي على وقع تراجع قيمة الدولار عشية استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الجانبين الضبابية والشكوك ترافقان هذه المحادثات وإمكانية أن تثمر أي اتفاق تجاري ما يعيد إلى الواجهة خلاصة تقرير وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن ترامب جر بلاده إلى حرب تجارية مع الصين وحرب عمولات لا نهاية لهما